قلينا اخدكم الحاجة لطيفة بقى انا وقفت قدام خبر كده ان وزيرة الهجرة اتصلت بطفلة هنية وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تتصل بطفلة عايش مصر عايش في دبي عشان تهنية لان هو فاز بسباق عربيات فانا قلت طفل وسباق عربيات ايه حدوتة اولاد وروح تداخل بدأنا نتفرج على الحدوتة دي لقيت ان زين الحمصاني اه اه العلم ادي زين ادي صورة زين الحمصاني زين طفل عنده عشر سنوات عايش اه تقريبا او حداشر سنة عايش في دبي وبيخش كارتنج ودي على فكرة مسابقات بيتابعها قنوات دولية ودي رياضة اه كبيرة جدا ويبدأ الاطفال يتدرجوا فيها و ادي زين وهو بياخد البطولة العالم انا مش بكلمكم على البطولة مثلا محلية هناك او كذا ده اخل كذا دورة و ادي العربية بتاعته وتحرك زين وانطلق وكسب وعملين معاه بقى لقاءات تليفزيونية من الخارج وانت ناوي تعمل ايه وحترتقي في المرتبة اللي بعد كده لما ديبقى عندك اتناشر سنة هتخش على المش عارف المجال كذا ولا كذا مسائر خير زين الحمصاني اخبارك ايه الحمد لله اولا مبروك يا زين ايه 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 او حاجة كده او حاجة كده او حاجة كده السباق كده اوي اوي طيب كويس اوي المبرار اللي جاية او السباق اللي جاية هيكون امتى وفين في بورتغال في البرتغال في البرتغال في 23rd جانوار يعني انت 2021 اوكي يعني انت هتروح في يناير 21 في البرتغال دي بطولة العالم يا زين طيب برافو بتذكر يا زين قول لي عيوة طبعا بيعني انت شاطر ولا نص نص ناو بس بس بتستمر في مذكرتك ما انت ما ينفعش تلعب من غير بذكر مش كده طيب ايه انت في الطب كلاس طيب برافو عليك يا زين حبيبي والف والف مبروك وباذن الله تفوز في بطولة العالم اللي جاية اشتركوا في القناة